السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة تانية معاكم بس انت امجد في ربعة ان شاء الله تكون كل اموركم بخير وتكونوا ماشيين في سنة تانية كويس وتكون احسن بكثير من سنة اولا ان شاء الله اولا انا انا بعتذر لو صوتي مش واضح كويس بس ده موسم البرد بقى زي ما انتم عارفين وبعتذر برضو لو في صوت وصلكو في كده في وشة او حاجة لان انا مش سامعة في صراحة فما علش انا حاول اوضح صوتي على قدم معدر اه طيب بسرعة كده المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله مش هتاخد وقت المحاضرة بسيطة خالص ولزيزة يعني وهنفهم الدنيا فيها بسرعة اه بتتكلم عن ايه بتتكلم يعني ايه اه يعني جزء خاص بالليبر فاتي الفر ده فات يعني فات في الليفر طب دي حاجة نورمال لا دي حاجة ابنورمال يعني في مرض هيحصل في الليفر بسبب اه وجود الفات اللي منوجود فيه ده اه طيب ايه جزء قال لك ودي ليها علاقة بالفاتي ليفر اكيد وايلا ما كناش ده الاسلام في محاضرة واحد اه طب ايه علاقتها وبتعمل ايه وايه الفاتي ليفر ده الضرر اللي ممكن يبقى موجود بس ده اللي احنا هناخده اه في المحاضرة وكل حاجة عليها كلمتين كده ان شاء الله بس في الاول زي ما احنا عارفين بنفتكر زميلنا وبندعيلهم بالرحمة والمغفرة وان ربنا نحقنا بيوم على خير وعلى الايمين اه السمري بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ايه هما كلمتين اللي انا قلت وملك في الاول هيتكلم على اه يعني ايه اصلا فاتي ليفر هنعرفه ونشوف البسولجي قالت شينجيس انا قلت لك ان دي حاجة نورمال لا ابنورمال يبقى بسولجي يبقى فيه مرض المرض ده بيبقى شكله ايه اه وتعريفه ايه تاني نقطة هنتكلم فيها ايه هي الاسباب الاسباب اللي ممكن تخليلي اللي بر ده فاتي ليفر واقول عنه انه هو مرض واقول عنه انه هو بسولجيكا الكنديشن وتالت حاجة بقى يعني ايه اصلا وايه علاقتها بالفاتي ليفر طيب دي صورة بتوضح هاي الفرق ما بين الهيلسي ليفر والفاتي ليفر بس الفرق الفرق رهو يبدأ طبعا الهلسي ودي ده الفاتي ليبر هون. الفاتي ليبر ده لون اصفر ليه علشان اتراكم عليه الدهون كتير. طيب اتراكم عليه الدهون كتير ليه? هو ايه اللي خلى ده? اللي هو الهلسي ده لونه يتحول خلص ويه النقط اللي عليه دي وايه الحاجات دي كلها. ده موضوع المحاضرين النهاردة. طيب اه قبل ما نعرف كل حاجة انا عايزة اثبت معاك حاجة كده مهمة. اه انت الليفر بتاعك هون. هنفترض مسلا ان ده الليفر. معمول بلون الفاتي ليبر كمان. الليفر ده بيعمل ايه? بيعمل متابوليزم لاي حاجة. يعني الكاربوهيدريت والفات والبروتين كل حاجة بيعمل لها متابوليزم. هم? كل حاجة بيعمل لها ايه? متابوليزم. طيب لنفترض مسلا مسلا ان في مشكلة حصلت في الليفر مشكلة الماء. فاكيد هتأثر على الميتابوليزم بتاع الموادي دي كلها. والاهمها والموضوعنا هنا النهاردة هو الايه? هو الفات ما هو اسمه فاتي ليبر. طيب المشكلة دي عملت ايه? خلت الفات يتراكم. يتراكم على الليفر كتير كتير كتير. فاتخيل ان الليفر مش قادر يقوم بوظيفته. وكمان متراكم جوا الفات. طيب الفات ده حاجة بيحشة جدا. ده لما الفات بيتراكم مسلا في باية الجسم بيعمل لها مشاكلة رهيبة. فاتخيل ان هو متراكم اصلا في الليفر. طيب وهنعمل ايه بقى في المشكلة دي? قالك دي مشكلة رهيبة جدا ليه? علشان الخلايا بتاعت الليفر اللي جوها بيباسمها هباتوسايت. الهباتوسايت بتبقى موجودة كده. ايه اللي بيحصل لها اول ملفاتي تراكم فيها مش اول ملفاتي يقعد في قلب الهباتوسايت دي تتقلب على طول تبقى فاتي ليبر. لا. ده بيحصل لها ابوتوزوس. والابوتوزوس ده اللي هو هو. ابوتوزوس. ده اللي احنا كنا ناخدينه في الباصولوجي زمان. وكنا قلنا ان الابوتوزوس دي دي حملية نورمل عادي ان هي تحصل يعني ما فيش اي باصولوش دي. احصل لها ابوتوزوس دي الاول. اه بس قبل ما احصل لها ابوتوزوس الخلية اللي بيتراكم فيها الفات اكيد حاجة معها هيكبر. اه تبقى اكتر من دي فبيحصل حاجة اسمها بالونينج يعني بتبقى شبه البالونة. بالونينج. بعد كده اه بالونينج هي. بعد كده اه البالونينج دي دي خلية طبعا بالنسبة الخلية دي ابنورمل. لان هم كل الهباتوصيدس هم صغيرين دي كبريت وحصل لها بالونينج. البالونينج دي حصل له ابوتوزوس يعني تبتدي بقى ايه تتكسر وتختيف يتيم شي كده. طيب اه احنا ما كانتش على حجة خلية واحدة حصل لها بالونينج وابوتوزوس لأ. انت لقيت كل الخلية عشاء ليه? لان الفات عمال يزيد ومفيش حاجة عمالة تقلل الفات ده ولا حاجة بتعالجه. فبالتالي الهباتوصيدس كلها عمالة تتراكم فيها الفات ده. لحد اما يديني شكل في الاخر اسمه سجنة رنجة ابيرانس. هتغضف الباصولج وهناخد بتاعته. يعني ايه سجنة رنجة بصه شبه الخاتم هو. ان الفات بيجي يتراكم في الهبات دي الهباتوصيد. ودي الفاتة هو جيتراكم على حرف الهباتوصيد فبقى شبه الخاتم. فبقى اسمه سجنة رنجة ابيرانس. طيب سجنة رنجة ابيرانس ده دي حاجة ابنورمال. فالوانس اللي هي تكون موجودة في الليفر هاكون بقى كل خلاها الليفر بنفس المنظر ده كده كلهم سجنة رنجة ابيرانس يحصل لهم يعني الخلا دي هتموت. ويحصل عارفين طبعا الكروزز بيحصل بعده ايه? فايبروزيس. فلما يحصل بعد في الاخر في اللي هو الفايبروزيس. يعني الليفر ده بقى حصل فيه تلايف. تلايف يعني ايه? يعني سيرروزيس. السيرروزيس ده حاجة يعني ده سيرروزيس ده بيحصل مش يرجع تاني مش يرجع تاني. آآ بسعب ان ايه? الفايبروز اللي تكون في الهيباتوسيس دي وعن يصع ليه ايه محصل اللي ادى للسيرروزيس في الاخر. طب السيرروزيس ده ما فيش اي حاجة تقدر تعالجه الا يعني احنا علشان واحد جاله تلايف في الكبد تلايف في الكبد يعني الكبد تدمر خلاص. كله بقى في دي فوقها النكروزيس فوقها الفايبروزيس فوقها السيرروزيس. فبالتالي الحل الوحيد اللي عندي هو اللي فارترانسو بلانديش ان انا عمله عمية زرع كبد بقى. تمام? يبقى دي حاجة مهمة او حاجة مهمة. آآ يعتبر اول عندنا في المراحل دي كلها. يعني اخر كان فيها السيرروزيس. اول حاجة الفاتي ليفر يعني شوية ايه? اتراكمه في الهيبات وصايت كده. بعد كده آآ بقى يحصل آآ بقى لو رينج وسيجنة رينج وبقت ايه? كورونيك 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 يعني ايه? يعني مش بتحصل مرة واحدة. يعني مش اول ما انا كالت مثلا واجبة فيها فات كتير. لا انا هجي لي فاتي ليفر لا. ده كورونيك بتستمر على سنين. وطبعا فيه بتأثر على الموضوع ده وتخلي السيرروزيس يحصل بسرعة آآ وهنقول ها اثناء النحض. آآ فدي عملية كورونيك. اللي خليه بقى كورونيك. ويقعد معي فترة طويلة كده اللي حدا ما في الاخر يوصل للسيرروزيس دي الاندستيج. تمام? هتمنى ان حين تتكون فهي دي مش موجودة عندكم في الديتا. بس انا قلتها ديت اللي هتفاهمنا المحاضرة. وديت فيها اغلب الكلام اصلا اللي احنا ايه هنقول. طيب. عايز اقول حاجة كمان قبل ما نقرأ بقى الديتا. بصوا اهنا ده الشرح. بعد كده هنقرأ ديتا تلاقي كل الكلام ما نقود. آآ قال لك ايه? اقول لك بص افاكر في الاول لما قلت لك ان في في الليفر بيعمل آآ ميتابوليزما للكاربوهيدريت والفات والبروتين قلت لقوه. طيب. مش الليفر ده بيحصل في اللايبولوسيس والليبوجينيس والحاجات دي. يعني هو بيبني الفات وفي نفس الوقت بيهدم الفات. طيب بيعمل له كده ليه? عشان يودي لباقي خلايا الجسم. ماشي يعني عشان الفات يوصل من الليفر لباقي خلايا الجسم هيوصل ازاي? هيمشي في الدم? هيمشي? لا مش هيمشي. الدم ده مش فيه مية. آآ والجسم فيه مية. الفات هيدروفوبك يعني عدو المية. مش هتعرف تمشي في قلبه المية. فعايزالها حاجة. انا عايزة عربية. تيجي تشيل الفات دي من الليفر عشان توصلها لي بقى الباقي خلايا الجسم المختلفة. طيب الكاريير اللي عندي ده اللي هيشيل الفات ينقلها لي. في باقي اجزاء الجسم دي اسمها ايه? ليبو تروبك فاكتورز. عرفتوا عن معنى المحضرة. ليبو يعني دي فات. جاي من كلمة اللي بجي نسيزو الحنجات دي. تروبك فاكتورز يعني ايه? آآ هو هنفترض ان تروبك دي معنها بروتين. لان هي الحتة دي. الكارييرز دي اللايبو تروبك فاكتورز دي بتبقى مكوناة من جزئين اساسيين. جزء منها بيكون بروتين. وده بيبقى اكبر جزء حشان بروتيني يعرف يمشي في الجسم. وجزء منها بيبقى فات وفات ماسك في بروتين. فبالتالي هيعرف يمشي في المياه عادي من غير ما يكون هيدروبوبك. يوصلها بقى لاي مكان داني في الجسم. تمام؟ من بديل لايبو تروبك فاكتورز هي حكاية الفاتي ليفر. طيب نقرأ بقى الكلام اللي عندنا. قال لك الفاتي ليفر اللي هو اسم داني اسمه دي عملية وستياتو دي هات يعني لبد يعني ديت عملية تكوين اللي بد او الفات جوه الايه? اه مش عملية تكوين بقى عملية ترصب يعني وجود الفات في قلب اللي بقى اسمها ايه? طيب هنا عرفها قال لك ايه اه اه اف الفات في اللي بقى طبقا هنوع من الفات قال لك اللي هي التاج مش هنعرفين ان التاج دي اخر مرحلة عندنا من الاخر حاجة بيعود الشهر جماعة بعض بقانونه وبعدين ضاي مكان ترايج الاسرائل يترايج الاسرائل ايه هم اكتر فئة معقدة من الفات التي اسمهاها ترايج الاسرائل طيب دي حاجة نورمال قالك لا دي حاجة يعني بقى يزيد زيادة عن التز автомي يبقى handlar فى dem طيب هو نورمال اللي ان الفات يبقى موجود فى cream on our total نورمال اني الفات يبقى موجود فى بس بنسبة. بنسبة كام؟ قالك بنسبة اربعة بالمية من وزن اليور اربعة في المية من وزن اليور يبقى فات수 ده تمام يوجد مشكلة طب لو ذات بقى انت اقدر اقول عليه فاتى ليور اقول عليهATH الك لو ذات لحد مثلا اربعين في المية لو وصل النسبة الفاتل الموجودة في الليفر اربعين في المية من وزن اليور ده اقدر اقول علي ان هو Blair او، طيب zweite هذه لكى العملية تكون чтоها انا قلت لك مش مرة واحدة مش اول من اكل الفاتحة يحصل فاتي ليفر هتعمل فيبروزوس و سيرجوزوس طيب وناش يعني ايه الناش دي الناش دي دي اختصار اختصار لكلمة ايه نان الكوهوليك استياتو باتوصيد يعني ايه بص اشهر سبب عندنا في الحياة ان اللي يعمل ليفر سيرجوزوس ويعمل زناف الكبد هو الالكوهول الناس اللي بتشرب الكوهول كتير او اللي هتحصل لان هو هيحصل ليفر سيرجوزوس طيب بيقول لك في اسباب تانية او هم اخدوا الالكوهول ده اعملوا سبب وفي الاسباب التانية بقى دي كلها سموها النان الكوهوليك فاتي ليفر او نان الكوهوليك استياتو باتوصيد يعني اسباب تانية تعمل تلايف في الليفر غير الالكوهول طيب من ضمنها ايه من ضمنها مثلا الديبيتس لو واحد عنده سكر يحصل له تلايف او واحد بتعالج بالكورتيزون الكورتيزون ده هما يكون زيادة في الجسم هيعمل هيبقى من ضمن ناشد وهيعمل مع الفتي لفر برضو يعمل سيرجوز ويعني سواء هو الكورتيزون زاد في الجسم سواء هو بياخده من برا بتعالج مسلا بكورتيزون من برا فيه بياخده اورل مثلا او حاجة بياخد كورتيزون من برا فده زاد او زاد من من جوه الجسم زي مثلا فيه سندروم اسمع كوشنج سندروم الكوشنج سندروم بيبقى فيه تزيادة في الكورتزون الموجود في الجسم. برضو بيعمل ايه سير روزيس زي مثلا في البريجنانس اللي هو واحدة حامل ممكن يحصلها بسبب النجدة النجدة اللي هو النمئة الكحور جستيعة هوبوتروسات اللي هي الاسباب التانية غير الكحول اللي هتعمل لي آآ سروزس. قال لك دي برضو ممكن تعمل سروزس وتعمل وطبيعي لو حصل سروزس الليفر مش هيقدر يقوم بوظيفة الطبيعية. طيب. حاولينا ربعا الاسباب اللي تخلي ده يحصل. بالروحة كده مش انت اقول في ان ده معناه للتاج. اه. يبقى اللي هيخلي ده يحصل لاما. اه لاما حاجتين. لا اما يعني ايه? يعني لا اما انا عندي تاج كتير مش عارفة استخدمه. ما تراكم في الليفر عندي على الفاضي ومش عارفة استخدمه ولا وديه لاي مكان تاني في الجسم نستفيد منه. لا اما زيادة في التصنيع. الليفر ده عمالي يصنع فات زيادة عن اللزوم. الزيادة عن احتياجات الجسم يعني. وبقى موجودة عندي بصورة وبنسبة اكبر من اللي انا محتاجاها. فبالتالي تراكم في الليفر. فالاتنين قدوا لنفس النتيجة ان بقى في فاطي اللي بقى. طيب هنمسك بسبب سبب اول حاجة زودنا التصنيع. زودنا السنزلز ايه اللي يخلي التاج اه تتصنع كتير. يعني ايه اللي بمخك كده? ايه اللي يخلي اه اه بعد في الجسم دهون كتير او تاج كتير. قال لك اول سبب خالص يعني اول سبب صديق انه هيتقال ان في اول فاتف انت عملتك و الحاجات فيها دهون كتير فاتس كتير او 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 فبالتالي الليفر مش قادر يستوع بالكمية دي كلها وهو اصلا بيصنع مش فيه اه جوة في الجسم عملية اسمها هو عمل يصنع جوة وانت حمل تديله منبرة ما شاء الله يعني فبالتالي بقى فيه تك كتير جدا قالك ومش كده وبس اوبر فيلنج الكاربوهيدريت كمان اه تزودها طيب الفاتو فهمناه ان هي فاتو فاتها تزود الكاربوهيدريت دي تزيد ليه تزود الفاتلي قالك مش انت لما تاخد أي حاجة فيها كاربوهيدريت بتتحول لجولوكوس في الاخر مش جولوكوس ده بيدخل فيه بصويس كتيرة جدا و即ا الجليكولس وكل الحاجات دي بيطلع لي مركب اسم الاسم اصتالكو ايه اصتالكو ايه ده مهم جدا ومعانا هو الاسمتالكو ايه ده هو اصلا بتاعه اللي بيتجمع مع بعضه واللي بيعمل الفاتي اسيدز واللي بيعمل تجمع مع بعضه وتعمل التاج يعني الكربوهودريت في الاخر هتديني المراكب اللي هيعمل لي في الاخر بتاقي يبقى برضو وصلنا للنفس النتيجة اللي هو زودنا طيب او لائما يعني ايه يعني انا عندي اللي هي اللي موجودة في الجسم اللي فيها فات كتير زي مسلا في الصيف والبوتوكس في الحيتة دي دي فيها فات اكتر من باقي الجسم اكتر مناطق فيها فات عن باقي الجسم يعني الفات اللي موجود في الاماكن دي عمال يتكسر زيادة عن اللزوم ويطلع في الجسم طب ايه عمال يطلعه ويخليه تكسر زيادة عن اللزوم ويطلع في الجسم ويزود النسبة دي قالك عكس مسلا الاوفر فيدنج الاوفر موبولايزيشن عكس الاوفر فيدنج يعني ايه يعني انت بابتاخدش اكلة منبررة كربوهودريت ولا فات فبالتالي الجسم مش هنعارفين ان الجسم بيتعمد على الكربوهايدرات كمصدر اكساسي في الغزاء لو مش موجودة يبتدي يجيب الجلوكوز من الفات زي ما اخذنا في سنة قول مش موجودة ياخد من البروتين بعد كده يدخل في الكيتون باطس بقى اا اول حاجة عندنا الكربوهايدرات طيب كربوهايدرات مش موجودة ما بتكونش يبتدي دور على الفات الفات موجودة في اين من الاماكن اللي فيها قوليبستوش كتير في الجسم ياخدها عمال يكسر فيها زي ده عن النزوم يطلع لي اا فات كتير برضو يبقى موجودة جوه الاين جوه الجسم يبقى دي زودة التصميم لاما خدت كربوهايدرات وفات كتير لاما عملت اوبر موبولايزاشن طيب ادي الاوفر في دينج اهو دي الاكله هو اللي ما ليانفات لك الهاي كربوهايدرات هتعمل لي اي دينوغو فاتي أسات سينسل طب ليه دينوغو علشان بطلع الاسطايل كو اي الاستايل كو اي باع عندي بنسبة كبيرة جدا لان الكربوهايدريت زادت فبالتالي الاسستالكو ايه زاد فدخل في عمليات حيوية جوه الجسم طلعت لي دينوفو فاتي اسد الفاتي اسد دي هتترقم مع بعضها تعمل لي التاج ماشي والعملية دي بيكون اسمها ايه اللايبوجينيسس مشان عارفين عملية اللايبوجينيسس واخدناها بالتفصيل ما من اللي فسان اقول اللايبوجينيسس اللي هي عملت في فاتي اسد من ايه من اسستالكو ايه طيب اه طب ايه المشكلة برضو اه ايه القال لك الليفر ممكن ما يبقاش عنده مشكلة في الهكاية دي ان انت تاخد كربوهايدريت ويبقى هتطلع منها الاسستالكو ايه تعمل لينوفو فاتي اسد طالما طالما النسبة ما بتتعدىش نسبة تصنيع الليفر للفي ال دي ال الفي ال دا ماذا ما دي ايه ماذا ده انا قلت لك اللايبو بروتينز الحاجة اللي هتشل لفات اه 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 ده نوع من الليبوتروبك فاكور. زيادة في الليبا. انت بقى عمالت زيادة عن اللزوم في التراجل سرايد وفي الفات لدرجة ان هي بقيت زيادة عن قدرة الليبا لعلى تصنيع الليبوتروبك اللي هو البي اللي دي الفة. بالتالي مفيش حاجة موجودة علشان تنقل لك الحاجات اللي انت عملت صناها الجديدة دي. يعني الفات دي بقيت اكبر من اللي اللي هو البي اللي دي اللي ده. فانت ان هي بقيت اكبر منها مش لاقي حاجة تشيلها. يعني دول شالهم على قد ما يقدرهم ولسه في فات كتير برضو مش لاقيين حاجة تشيله. هيحصل له ايه? هيحصل له اكيو مليش. هيقوم جا في الليفر ومتكون مع ربعضه في الليفر وخلاص. تمام? يبقى دي قصة الايه? الاوفر فيدين. ايه بعد كده اوفر من بليزيجة وعملت لك عكس الاوفر فيدينج اللي انت ما عندكش صورصة تجيب من طاقة. فبالتالي بتدور على اي حاجة قدامك اللي كانت مسلا فين في فعندنا ازباب كتير. ازباب كتير تزود زي ايه? قال لك اول حاجة مسلا عندنا قلت لك ان انت ما بتاكلش مسلا لما فيش مصدر الكربوهيدريت. فبالتالي الجسم هيدور على اي حاجة هياخد الاودي بستوشو يعمل لها لايبوليسس ويدخلها بقى في الجلاكوليسس والحاجات بداية الزمان دي. اه تاني حاجة الدايبيتس. الدايبيتس ده معناه ان انا عندي كاربوهيدريت كتير سكر. عندي سكر كتير بس انا مش عارفة استفيد منه. ليه? علشان ما فيش انسولين. فبالتالي السكر تخيل سكر موجود في الدم زيادة عن اللزوم. كتير برضا. ما نوقف. اعزراني شابع المقاطعة كان في يعني صوت كده بر. اه الدايبيتس قلنا ان هو بيكون فيه سكر في الدم زيادة عن لزوم الكاربوهيدريت كتير. فبالتالي الكاربوهيدريت دي تدخل في عمليات تطلع لي برضو دينوفي فاتي اسد. ده في الضيابيتس ممكن تعمل ايه اه اه اوبا مولايزيشن. انفكشن. انفكشن ابسط اه اه ابسط توضيح ليها وتفسير يعني ان انت عندك بكتريا او ويرس في الجسم. اعمال يكل كل الكلوكوز اللي انت تاخده. يعني اي حاجة تتاكلها هما بيأكلوها. جوه ما انت بقى ايه بكتريا جوه جسمك. عمالها تاكلها. فبالتالي انت ما بتتغزاش. فانضطر ان اخد من اه انها من لشان نجيب لك طاقة. الكوشنج. الكوشنج اللي انا قلتها في الاول ان هو زيادة في الكورتيزول. الكورتيزول ده لما بيزيد بيزود السكر. الهايبر سوريوديزم. ده انت مرض. اه بيطلع فيه السيرويد هرمون. انتوا عارفين السيرويد هرمون ده في الغدة الدرقية اللي هي السيرويد اللي هي على الرقبة دي. اه في حاجة اسمها سيرويد ده طلع زيادة عن اللزوم. اما يطلع زيادة عن اللزوم ده بيزود حاجة اسمها البيزل ميتابوليك ريت. البيزل ميتابوليك ريت ده معدل للحال. الحرق. معدل الحرق يعني ايه? حرق بقى لصعارات الحرارية في الجسم والحاجات دي. فهو الهايبر سوريوديزم يخلي الانسان مهيبر كده. ويخلي ايه? اه على طول جعان. على طول الاكل اللي هو بيأكله وحاسس ان هو مش بيستفيد منه ليه? علشان معدل الحرق يشغل على طول. فعمل كل حاجة يخدها يحرقها بسرعة 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 بسرعة. فبالتالي ما فيش حاجة بتقعد في جسمه. اه من كتر يعني ان هو بيأكل كتير. اه بيكون حرارا. او من كتر اما هو الفيزل ميتابوليك ريت بيكون عالي على طول بيكون عرقان. هاكون يكون هايبر هايبر اكتف هايبر ديناميك. فم بتحملش حتى الحرارة. دي مرادة نفس فكرة. نفس فكرة. ان هو ما فيش مصدر. ما فيش مصدر. اه للجولوكوز والطاقة اللي انا عايزاها زي فبالتالي بطر اخد من بالتالي بزود الفات. يبدأ دي اتخذنا كده واخدنا الوفر موبيليزيشن واللوكر وحديرة انتيك والضايبيتس والكوشنج والهايبر سوريجيس والانفكشن. طيب. نقال لك نفس المعلومة اللي احنا قلناها احناك في الوفر فيدنج. اه ان انا دلوقتي بقى بالوفر موبيليزيشن اعمالها شد من الدهون كتير اوي 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 حتى اما بقت اكتر من اللي بيصنعه علشان الى الفني. فبالتالي هيحصل للباقي في جوة خلايا الليبر. طيب. انا بقى عندي دلوقتي تاج كتير. بس مش عارف استخدمها. اه مش عارفت استخدمها ليه? او قليلة في الاستخدام. احنا اخدنا ايه? زيادة التصنيع. زيادة التصنيع كانت في اوفر فيدنج و اوفر موبيليزيشن. طيب. اه احيبوا الاتنين اندر. اندر اوكسيديشن و اندر موبيليزيشن. يعني ايه? يعني انا عندي فاتي اسك كتير. في ريه فاتي اسك كتير و عندي دهون كتير. بس مش عارف اعملها اكسيديشن. بشي هنا لما بيكون عندنا الفات و اندخلها في اكسيديشن تطلعني طاقة. على الا 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 بستفيد منها. قال لك لا دي موجودة كده يعني ازا و خلاص. لانا عارف استفيد منها ولا هي قليلة. و في نفس الوقت عملها تترسب في الليبر. فبيبقى ازا من جميع الجهي. دي اندر اكسيديشن للفاتي اسك. او اندر موبيليزيشن يعني ايه? يعني في فات كتير زيادة عن الليزون منه مش عارف اخرجه. نفس فكرة ان هو زيادة عن فبالتالي مش لاقي حاجة اه يركب عليها علشان يخرج براه. علشان هو مش هيعرف يخرج لوحده علشان مش هيعرف يمشي في الدم. طيب الاندر اكسيديشن ده. ليه مش عارف تعمل اكسيديشن? قال لك الاكسيديشن ده بيحصل فين بيحصل في الميتوكنديريا. طيب والفاتي اسد والحاجات يتقى موجودة برا. فعايزة حاجة تدخلها ال اكسيديشن. تتخيل ان البرين مش موجود في حاجة يتدخل الميتوكنديريا يحصل له اكسيديشن? لا. يبقى بالتالي هيفضل زيادة بروح سياتيوبلاس مش يحصل له اي حاجة. يبقى السبب انه مفيش كورنتين. تاني السبب انه هو البنتوسينيك اسد. البنتوسينيك اسد اه ده من البيتامين بي كومبليكس تعريبا. شوفوا بقى رقم كان كام. اه ده برضو حاجة مهمة في عملية الاكسيديشن. لازم يكون موجود علشان بيطلعها حاجة اسمها كوئي. ببقى محتاجها في عملية الاكسيديشن. تخيله هو مش موجود. يبقى برضو مفيش اه ما فيش حاجة تتصنع. واخر حاجة الالكوليزم الالكوليزم ده اللي هو الالكوحول يعني ده بيشتغل بطريقتين لو دي والميكانيزم بس ما دي والميكانيزم يعني له طريقتين ان هو يشتغل بيه. ده برضو ما انا حكيت لك في الاول ان الالكوحول زيادة عن اللزوم فبالتالي هبقى اشهر سبب لليبر سلوزيس طيب هنعرف الميكانيزم بتاعته بس هو من ضمن الاندر اكسيديشن اف الفاتي اسد ان هو بيقلل اه الاكسيديشن بتاع الفاتي اسد. طب الاندر مش عارفة تتخرجها اللي هو ايه? الكريز البروتين الكريز الفوسفوليبت طب ليه? مش هنقلت لك في الاول ان اللي هيخرج الفات من الليبر دي اللي عبارة عن لايبوتروبك فاكتورز وقلت لك برضو في الاول ان لايبوتروبك فاكتورز ده جزء بروتين هو جزء منها الليبت. جزء الليبت ده مكونا من فوسفوليبت برا والكولستيرور بيبقى جواها زي ما احنا عارفين. طب تخيل ان اللي البروتين قل والفوسوليبت قليان هو عايز قولك ان اللي بيتروبك فاكتورز قليل هيبقى مش هلاقي حاجة تخرجها برا. هتقدر متراكمة جوا الليبر. طيب تعال نشوف بقى كده اول حاجة الاندر اكسيديشن اف الفاتي اسد اللي هو ادفشانس اف الكورنتين. لا بيعمل واحد اثنين تلاتة. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل? تخيل الكورنتين ده عبرها عن بروتين. ما هو بروتين اي حاجة هتشيل الفاتس يبقى بروتين. سوء هيدخلها في الميتوكوندرية هيشيلها برا. اه تتفسح تجسم لحد ما تروح اي حتة هي عزاء بروتين. طب تخيل ان البروتين قليل. انت هتخوضش بروتين. لا هيصنع الكورنتين ولا غيره. فبالتالي دفشانس يقف البروتين انتك. هتعمل دفشانس الكورنتين. تاني حاجة هتعمل دفشانس الكورنتين ده يا جماعة فرع عن بروتين جواه مسائل جروب. اه فبالتالي. لو انا ما عنديش المسائل جروب. مش هعرف اصنع الكورنتين. الكورنتين هيقل. مش هيعرفين ان الفاتي اسد هتفضل مكاومة جواه في اللي با. انتو خطط طبعا زمان من التأسيمة البروتينات والحاجات دي كان في منها من الاعمين الاسد زمجموحات فيها المسائل. الكورنتين ده واحد منه. اخر هاجة بان رينا الفيليار ديوتو كورنتين لوس نيورن. اما هيحصى رينا الفيليار يعني لما آآ فشل كلاوي آآ الكليا ما بيبقى فيها جواها كده. الممبرين ده ده اللي بيخل يعني بيسمح بحاجات تعدي آآ تخرج في اليورون وحاجات تانية اللي تدخل جوا الجسم يعني لها احادة تمتصصوا بعدين تخرج تاني. لما بيصل فشل كلاوي الممبرين ده بيتدمر خالص بيبقاش موجود. فكل حاجة بقى بتيجي ناحية الكلاب تخرج في اليورون. فهتلاقي في اليورين مسلا حاجة اسمها بروتينوريا. بروتينوريا ديت يعني بروتين يعني بروتين يوريا ديت موجودة فين? في اليورين. يعني بروتين خرج في اليورين. طب دي حاجة طبيعية ان انا لقيها لأ البروتين مفروض ما يخرجش ما يعديش من الممبرين. اول ما انا لقيه في اليورين. معناه كده ان الممبرين ده تدمر يعني ممكن يبقى رين الفيلير. ممكن الاقي كمان هيماتوريا. هيماتوريا ده يعني بلط. اه الهيم ده معناه كمان بلط يوريا دي وتبعضها برضو ايه اليورين. اه لو لقيت دم في البول بمعناها برضو ان حاجة ابنورمال. من فاش تكون موجودة يبقى فيه مشكلة خالكية. تمام? يبرينا الفيلير. برضو هتطلع لي البروتين ده في اليورين. ممكن اه او هو بعض السبب من ازباب ان الكرنتين ايه يقل? يبقى ا Rosélour ازغال الكرنتين يا لان Whether Itselour لذا انت موي theres neerlineратin ا pinch ur . انت مو بروتين البروتين اpocaوضج الممال بروتين قولة الخول على الخول على الخول عليه في اليورين و انت على المصطفل. أور السبب الكرنتين هي اول سبب الدشانسي اوциسان because podcasts is etherto bar ft. ب بنتوسزيك اسد الكرنتومان هو فيتامين. طيب؟ قللي حاجة اسمها الكو ايه مش هقول بقى الاستيطاء الكو ايه لا الاستيطاء الكو ايه ده اللي كان بيطلع من العملية الكروهيدريت كده تحصل فيها عملية تطلع للأستيطاء الكو ايه كان بيدخل في دينوبوس انسيز افل في فريفاتي اسد كان بيعمل لي اصلا ليبو جنيس وكان بيزود لي لأ قال لك ده بقى اسمه كو ايه بس البنتوسينك اسد لما يقل هيقلل حاجة اسمها الكو ايه والكو ايه ده مهم ليه بالنسبة لي علشان كاريير كاريير للإيه الفاتي اصد اكسيديشن يعني في عملية الفاتي اصد اكسيديشن باب انا محتاجة الكاريير ده والفاكتور ده اللي هو اسمه الكو ايه طب اجيبه من ايه من البنتوسينك اسد تخيل البنتوسينك اسد اه لأي سبب من الاسباب في فيتامين من اشهر سابه انت مابتاخدوش مسلا ما العبصور مش عن مسلا انت بتاخدوه و excav حجز جوساش جوى جسمك فبالتالي الكو ايهJE لمش في الليبر. اه تالت سبب بقى اللي هو الان? الالكوحول. ازاي الالكوحول بيأثر على الليبر. ازاي هو هو اشهر سعب. قلتلك ان هو هيشتغل بدون ميكانيزم. يعني لو دي هو الاكشن. اول ما بتسمع كلمة دي يعني اتنين. ايه هما بقى الميكانيزمين بتوهو? اول حاجة انت عندك في جسمك الناد ايه تشد وص اي تشده. والناد اه دي لها نسبة معينة في الجسم. لو ازادت هيبقى في مشكلة. لو قلت هيبقى في مشكلة. اه هو بيعمل ايه قال لك القول ما نتارفين من انوقع القول ده ده بزاودي النسبة دي. فلما النسبة دي تزايد. زائد بلاس اتش ده تزيد على الناد ايه على الناد بس آآ وكمان او يعني الناد اتش زائد اتش ده زاد اهب ايه ازيد من الناد فالنسبة دي زادت وده زاد هيامل ايه آآ هيامل خلل في عملية الفاتي اسد اكسديش وبالتالي يعني انا من مصلحتي ان هي بقى عندي او الطبيعي ان الناد اتش بلاس اتش ده على الناد تديني نسبة معينة النسبة دي لو زادت اعرف ان الناد اتش بلاس اتش ده زاد فلو ما هو يزيد هيتدخل في عملية الفاتي اسيد اوكوسيديشن يعني هي من فيها الخلل مش هتتعمل بصورة طبيعية فبالتالي الفات هيتراكم جوا الليبر اه تاني مكانيز ما هو بشتغل بيها اسمها من الاستالضهايد ده الاستالضهايد ده هو لما الالكوهل بيدخل جواه الجسم بتحول لاستالضهايد ده الاستالضهايد ده بيتحول لاستيد ده بيعمل اه بيعمل ايه بيعمل يعني ايه يعني ده لما بيدخل جواه في الجسم بيزود برضو اه تمية الفات اللي موجود ليه اما هو اصلا اسمه اكتف ده احنا اسمعناها في عملية فبالتالي هو بيزوده بيزود الاكتف اه يبقى بالتالي لما يحصل اكسيديشن للاستالضهايد اه هيتدخر برضو في عملية الفات اصد اكسيديشن وهيزود للفات من اث يعني من اخر الاسم ايسانول او الالكوهل اللي عمتا بيشتغل بميكانيزمي الايسانول بيتزود الناد اتش بلاس اتش ولما نعمل لما الاستالضهايد يدخل جسم يحصل له اكسيديشن هيزود الايه الاكتف اصيد ايه وبالتالي هيحصل منه شوية يعني مش كل الاكتف اصيد هتحاول شوية منه برضو اه هيتراكمه لان هو زيادة الدخال هو اللي بيشرب اصده بيكون كرونيك اصلا يعني مش شرب النهاردة ازازة او في المناسبات بس وحصل له كده لا ده بيشرب طول حياته فبالتالي عمل يحصل كتير 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 وبرضو هيفيد اه من الاكتف اصيد ده وحيتراكم جواب في اللي بيها هتديني نفس النتيجة اللي هي الايه الفاتليفر اه وفي الاخر ممكن يبقى اصده تمام يبقى دي كانت الميكانيزمي متاعة الالكوهول كده احنا خلصنا اول حاجة اول جزء منه من الدكريز الايه 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 كانت اندر اكسيديشن اه بسبب ايه اه ليه حصل اندر اكسيديشن علشان حصل دي الشانسي في القرنتين والبنتوسينيكاسد والالكوهول طيب الاندر مولايزاشن وقلت لك ان انا مش عارف اخرج افات من الليفر ليه علشان عندي قلت قلب بسبب ايه قلب بسبب ان البروتين قلب والفوسفوليبد قلب ليه علشان البروتين زي الفوسفوليبد ده هيعمل ليه طيب ايه اللي يقلب للبروتين ان انت مسلا ما بتاخدش بروتين هو خاصة اللي هو اللي هو يعني البروتين اللي هي قيمة عالية اللي انا محتاجها في الجسم انت ما بتاكلش بروتين ما بتاخدش بروتين ده من بره فهو هيجي من جوه منين فبالتالي قليل عندك علشان تجديز الانتاج تاني حاجة تكسيك فاكتور زي الارسينيك والكاربون تيترا كورايت التكسيك فاكتور دي فاكتور كده ربنا ما يهدعاش يعني ما بتحبش البروتين فبالتالي اه وجودها هيبقى سام بالنسبة للبروتين فهيكسر البروتين مش هيخليه موجود ومش هارف استفيد منه الفاكتور دي زي ايه الارسينيك والكاربون تيترا كورايت الامثلة دي المكتوبة دي مهمة جدا لازم تتحفظ علشان بتيجي في الامس كيو يبقى تكسيك فاكتور زي مين الارسينيك والكاربون تيترا كورايت دي عناصر يعني سامة ومشعة ووحشة وفيها كل حاجة حفاظ البروتين اللي عندي تالت سبب اسمه اه بيتا لايبو بي مي يعني الكلام ده قال لك منها انواع النوع اللي عندي هنا اللي انا نوع يعني من انا بستخدمه هنا بجزء البروتين اللي موجود فيه بيبقى اسمه او بي مية ده اسم البروتين اللي موجود فيه طيب فيه مرض اسمه اه بيتا لايبو بروتينيميا اه البي دي اللي هي بيتا يعني اه يعني مش موجود وبيتا دي يعني دي ولايبو بروتينيميا يعني ايه في الدم يعني اللي بروتين ده موجود في الدم هو بقى اه بيتا لايبو بروتينيميا يعني مفيش لايبو بروتينيميا مفيش بيتا لايبو بروتينيميا موجودة في الدم فبالتالي قالت يعني اختصارا للكلام هو عايز يقولك ان جزء البروتين اللي في اللي الهو اسمه عوبو بي مين التصنيع بتاعه ال فبالتالي عملني حاجة اسمها ابي تلايب بروتونيما ما مقاش موجود فبالتالي ها اثر على الليب تلايب بروتونيما يبقى عندي البروتين اللي هو تلات حاجات ديكريز البروتين انتاك او تكسك فاكتور زي الأرسنينكور كربون توترا كورورايد وابي تلايب بروتونيما طيب اه وطبعا كان ايه ديكريز الفوسفوليبد وهو بسم هو ما قالش حاجة على الفوسفوليبد وخلص كده خلصنا ايه جزء الاكبر من المحاضرة هنقول بقى كلمتين كده على دي ايه انواعها وخلص اه قال لك او الليبو بروتين يعني جزء لبد وجزء بروتين يبقى شكلها زي منتوا شايفين كده ده الابو بروتين اهون اللي هو كان بي وادي الكوليستيرو اللي هو 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 ودي الفوسفوليبد برا تمام نقصة في البروتين او نقصة في الفوسفوليبد هيعمل طبعا ايه في الايبوتروبوك فكتورز اللي قدامنا ده ماشي الكريز الفوسفوليبد اه هيقولها لك ده اه انا بس اجبت لك شكل الايه اللي او بي مية ده قال لك الفوسفوليبد ده ممكن يقل بسبب ايه نفس الفكرة اللي هناك الكريز الاسمشة الفاتي اسد من ده ما بتاخدش اه ماشي هو واحد عمال ياخد حاجات فيها فاتس كتير بس الفاتس دي مش مهمة مضرة اصلا عمالها تتراكم وانتراكم معلفة وتعمل لي مشاكل طب منك وتاخد بقى ما تاخد السنشة الفاتي اسد الفاتي اسد المهمة اللي انا محتاجها للايه اه للايبوتروبوك فاكتورز طيب هي قليلة فبالتالي هتأثر على جزء الفوسفوليبد اللي موجود فيه اللي بوتروبوك فاكتورز طيب ايه ثاني قول لك ده جريز النيترويجن اسباس زي الاينوسطولوسيرين والكولين الاينوسطولوسيرين والكولين دي بيبقى بيبقى قواعد نيتروجينية القواعد النيتروجينية دي بتبقى مهمة لعملية برضو الفوسفوليبد واللي تكون اللي بوبروتين فلو القل لان الاينوسطولوسيرين والكولين دول هيأثرلي على الفوسفوليبد فهيأثرلي على جزء اللي بوبروتروبوك فاكتورز اللي موجود هكتم جمعهم في كلمة سيس يعني ايه اينوسطولوسيرين والكولين دول اه اللي هما اللي هتألل الفوسفوليبد سواء كان الاسباب يعني اللي طيب ايه كمان قال لك دي يعني ايه عمارين من الصبح ناعد ونزيد قال لك دي عبارة عن سبستانس اشتينشيال فورموبولايزيشن لتراجل السرايد فلوم الليف هتأخذ تراجل السرايد من الليف طيب شكرا على المعلومة آآ طيب منذ ما اسمي لهم بقى لتلات انواع قال لك آآ فيه انواع ما احنا محتاجينها للبروتين بس وفيه انواع الفوسفوليبد بس وفيه انواع بيتمنع يعني ايه في مواد في الجسم اسمها مش في الجسم هي مواد سامة ومضرة موجودة من الجاو ممكن تدخل للجسم اسمها ايه يعني ايه اسمها دي لما تدخل جوا الجسم انا اخذتها باي طريقة ما اوصل لجوا الجسم هتعمل حاجة اسمها آآ يعني هتقعد تعمل في الليبد كتير 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 فبالتالي دي حاجة وحشة برضو انا مشكلتي ان الليبد عمال يتكسر كتير آآ ويطلع لي فات تترقم في اطرق لي فاتي اسد انا متترقم في الليبا ففيه من انواع من الليبوتروبك فاكتور بتانهبت للعملية دي بتقل تصنيع الليبد بير اكسديشن ده فبالتالي هبقى عندي مسلا ايه اه كمية ليبد معينة على الاقل على الاقل مش تقعد تقصر وتتكوم في الليبور تمام طيب اه هنقول بقى على كل نوع من الليبوتروبك سوزد في المتين كده مشي احنا قلنا ببروتين وفوسفو الليبد وفيه نوع كمان هنقوله كمان شوية اللي بقى الليبد بير اكسديشن لبيروتين بالله 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 إلى البروتين لها لها غروسف جدا للآن هي بروتين اليها اللي هي where the essential amino acid اللي قلناها قبل كده the essential amino acid اللي قلناها wenوذ الانها اللي اسال طيب وكمان اللي بيبقى جواها الميسينين اللي بتبقى جاية من الميسائل دونر احد يقولي بقى عنو 케вер مه حتاج لalımيسيل او مين اللي كان في نسائل الكرانتين القرنتين اللي هو كارير اه بتاع الاوكسديشن يحتاج الميثائيل في عملية الأكسيديشن فبالتالي أنا محتاجة البروتين اللي هو أسينشيا العمين وأسد وهي هو وعايز على الميثائيل ده بالنسبة للبروتين الفوسفوليبت بقى عندنا منها جزء مبور بقى الفوسفوليبت الأسينشيا اللي هما الأنسودور والكولين وعايز كمان تكمل السلس السيرين لا توجد مشكلة فوليك أسد وبيتولف نيتفير والسنسز والميثائيل جروف ووركولين ويحتاج الميثائيل جروف سواء كان في بروتين أو فوسفوليبت الميثائيل جروف مهمة جدا فعملية الأكسيديشن اللي بتحصل عندي للفات فعايزة أنهي فات عايزة الاستنشيا الفاتي أسد ومنهم الإيه الانسودور والكولين طب ايه الفوليك أسد والبيتولف فقالك الفوليك أسد والبيتولف تبقى مهمة جدا لشان ما يحصل لش أنيميا في نوع من أنواع الأنمية بتبقى بسبب نقص الفوليك أسد والبيتولف فبالتالي ببقى أنا محتاجها برضو من ضمن الفوسفول اللي بتبقى علشان تديني الميثائيل الميثائيل ده يهمني في مين؟ يهمني في الكولين الكولين بتبقى عايزة مثال كارنتين حاجة كمان نقل لك الميثيونين الجليسين البتايين كونتين اللي بي الميثال جروب فول كولين بايزيزي برضو كل الأمثلة دي طبعا نحن نحفظ إنش ديل ميثال كولين كولين كل دول المهمين في من ضمن الفوسفوليبت علشان بيبقى فيهم ميثائيل جروب الميثال الجروب دي بحتاجها فين؟ في الكولين لو أنا فوسفوليبت لو أنا بروتين هايبك كارنتين واخر حاجة بقى اللي هي المعودة اللي هتعمل إنهابة الليبت بيروكسيديشن اللي هي كانت السلينيوم والفيتامين اين دي مواندك كده في الجسم بتيجي على الفريدات الجلس دي من اللي بتروك فاكسي تضمنها وتحمي الجسم منها تمام اللي هم الفيتامين اين والاين والسلينيوم طيب نراجع بقى بصورة كده على كل اللي احنا خدناه علشان نقفل الفيديو اول حاجة عندنا اللي هي عندي اللي بر هون هنفترض يعني ده اللي بر ماشي؟ اللي بر ده بيعمل ميتابوليزم لجميع الحاجات اللي خلقها ربنا المشكلة عندي في ايه؟ المشكلة عندي ان الفيتام ترقم جوا اللي بصورة جبيرة جداً انا عملي حاجة اسمها فاتي اللي بر طيب الفاتي اللي بر ده حصلت بسعب ايه؟ قال لك بسعب حاجتين لاما انت تزودت فيه التاج في التصنيعها لاما انت قليلت الاستخدام بتاعها قليلت اليو سيتش بتاعيه طيب انا زودت التصنيع بسعب ايه؟ بسعب حاجتين لاما اوفر فيدنج هتنا لعمل اكل من جيفات كتير والكربوهيدريت كتير طيب ده الكربوهيدريت قال لك عشان بتطلع على الاساطايل كو ايه؟ طيب اه الاساطايل كو ايه؟ ده اللي بيكون اه بيكون محتاج الاساطايل كو ايه الاساطايل كو ايه ده يتدي اللي بيدخل في عملية الدينوفوس انزاز اوكي اللي هده من ده اللي هو الايه او او يعني ايه؟ يعني انا بقى على عكس ما باكونش خالص في حالات في حالات اللي مفيش كربوهيدريت في حالات الديابيتس الانفكشن الكوشنج كل الحاجات دي انا ما عنديش سورس اخد منه طاقة فبالتالي عمل اتكسر في الليبت من الاوديبوستيشو اهو وعمل اجيبها رقمها على الايه؟ على الليبر برضو ده كان زيادة التاج عندي في الليبر او انا مش عارف استخدمها لاما برضو طب انت مش عارفت استخدمها ليه؟ قالك علشان انا لو عزت استخدم الفات لازم اخرجها برا الليبر وعشان اخرجها لازم يبقى عندي ليبوتروبك فاكتورز تشيل الفات وتخرج برا ليبوتروبك فاكتورز دي مكوانة من بروتين ومكوانة من فوسفوليبد طب انا لو عندي نقص في اي حاجة من الاتنين دول بالتالي الليبوتروبك فاكتورز دي مش هتتصنع بصورتها اللي انا متعودة عليها فبالتالي ايه؟ هتقل لي ومش عارف هنقل منها الحاجات دي طيب البروتين اللي ممكن يقل زي ايه؟ زي الكارنتين الكارنتين ده مهم في عملية الاكسيديشن عشان يدخلوا الميتوكون دي او البنتوسينيك اسد البنتوسينيك اسد ده مهم علشان بيطلع لي الكوئي والكوئي اللي بيعمل لي الكوئي ده ايه؟ مهم عندنا في عملية الاكسيديشن انو هيعمل الاكسيديشن في ريفة اسد مش خلاتها ترقب او الالكوحول وقلنا ان الالكوحول ده بيشتغل بطريقتين ايه اللي هتشغل الالكوحول بطريقتين؟ ان هو هيزود لي الناد ايه اللي بيشتغل علي الناد يعني الناد ايه ايه هتبقى ايه نسبتها اكبر من الناد طب دي حاجة وحشة جدا لان لما بتزيد من اللي بيعمل كده الاسانون لان لما بتزيد بتزود الفات اللي موجود في اللي بر وحاجة كمان ان هو الاسطل ده ده مما يدخل هيزود الاسيديك والاسيديت اللي لما يدخل مش هيعمل بس سلاي بوجينيسيس لا ده هيزود الفات في اللي بر تمام؟ تمام النحية الثانية هو البروتين اللي موجودة في الليبوتروبك فاكتورز بسبب ان البروتين والاسنشا الفوسفوليبد اللي انا عندي فوسفوليبد زي الإنشوتول والكولين والسيرين اللي احنا مجمعينها في كلمة سيست والليخدناهم في الآخر برضه اللي بقى فيهم ميصاي الجروب للكولين بيبقى فيها مثلاً بتايين جليسين كلا الحاجات دي قلت فاني مش عارف هي من الليبوتروبك فاكتورز او الاسنشل بروتين برضو اه قلت اي حاجة جاء في البروتين مش عارفة مش عارفة عمل بروتين لجزء ده برضو مش هخالات تتصنع ومش هتعرف تتعامل بعد كده اتكلمنا على قلنا ان هي فاكتورز هتشيل الفات تخرجه بره من الليبر قلنا منها نعين اشياء للبروتين اللي اهمها القلناتين اللي جواها المسائل جروب واشياء للفوسف وليبد اللي برضو فيها مسائل جروب واهمها للكلين واخر حاجة لنهيدة الليبت برو يعني ايه بتمنح عملية للليبت الليبت ده للليبت حاجة وحشة او علشان هي حاجة وحشة لو هي حاجة زادة عن اللزوم ان انا عندي على طول على طول على طول فعمل لأيه تترقم على الليبر وبالتالي بقى عندي حاجة تمنع انهيبت البيل اكسديشن دي اللي هما اسموهم ايه اللي هما اسموهم السلينيوم والفيتامين ايه ده باختصار شديد المحاضرة احنا بنتكلم فيها ايه وهي كلام انتما تفكر فيها اه في كلمة كمان اسمها الناش ناش ده ننالكوهولك فاتي ليبر اا اا او ننالكوهولك استياتوهيباتوصي يعني ايه يعني اسباب خلت الليفر فاتي ليبر بس مش الكوهول قلنا زي باقي الplementار سيزاد العرور الكورتيزون كل الحاجات دي بتزوده اه امتى اقول. انا الليفر اللي عندي ده ان هو فاتي ليبر لو الفات زى نسبته زادت من اه من المفوض ان هو يكون اربعة في المية من اه وزن الايه لو زاد الاربعين اضرع اللي هو فاتي ليبر دي المحضرة ودية الايه الخلو صحيحة هنحل سؤالين كده بقى عشان نقفل الفيديو بيقولك ايه يعني ها بيقول لك ده كله بتعمل مباليزيشن لي الفات سا فروميزا ليفر يعني كل ده لا يبطر بك فاكتور زي ما عادة ايه معادة الكرنتين الكرنتين مش لا يبطر بك فاكتور الكرنتين ده ارجع الكرنتين ده اللي كان بيدخل جوال متو كوندري تمام ده بيقول لك المروتين و هو يعني هاي بيولوجيكال فاليو يعني هاي بيولوجيكال فاليو هونان اسينشيال ازاي مع بعض يبقى لجابة فولس هتعمل كرنتين لس اه الازواب اللي كانت من دون الازواب اللي كانت بتقلل كرنتين كان منها الرينا الفيلير وديكريز الانتيج بتاعي بتاعي الاسينشيال بروتين طيب يبقى ده هتبقى فولس وده هتكون ايه برو بو. وبس كده احنا خلصنا الحمدلله تمنى ما اكونش تغولت عاروكو تمنى اكون بدكم لو في ايه حاجه بعد سواعين.